أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوا ما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يهيقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يهدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحده كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا لهم في الأرض وآتيناهم كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية في عين حمية وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه محصنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نقرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا إسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم قوم لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحطنا بما لدي خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دوني ما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجود ومأجود مفسدين ومأجود مفسدون في الأعوض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني من قوة أجعل بينكم أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال أنفخه حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعنوا في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون استمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآياته بملقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاهم جهنم ما كفروا واتقضوا آياته ورسله وزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يغضو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشك صالحا ولا يشك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده الزكري إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وعن العظم مني واشتعل الرأس شيئا 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 ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خط الموالي مني ورائي وكانت المرأتي عاقرا وكانت المرأتي عاقرا فأبلي من لدنك وليا يرسوني يرسوني ويرسوني منه ليعقوبه وجعل رب رضيا يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنه يكون لي غلام وكانت مرأتي عاقرا وقد بلغني وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هيم وقد خلقتك من قبل ولم دق شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ريال صويا فخرج على قومي من المحرم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خزي الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صويا وحنانا من لدنك وزكا وكانت تقيا وبروا بوالدي ولم يكون جبارا عصيا وسلام عليهم يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليهم روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا صويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك إليها لأهب لك غلاما زقيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسصني بشرا ولم يكبغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس رحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتمثت بمكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزع النخلة إلى جزع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت مستيا منصيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك صليا وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترئن من البشر أحدا فقولي إني نظرت لك لما ذرت بالرحمن صوما فلن أكلم اليوم إن سيا فأتت به قوما تحمده قالوا يا مريم الأحوض جئد شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرسوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صويا قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي وموردت ويوم أموت ويوم أبحت حيا واذكروا في الكتاب والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم يبقوا بعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قال الحق الذي فيه يمترون ما كان الله أين يتخذ من ولده سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي ربكم فاعبدوا هذا شرعة مستقيم فاختلف الأحزاب بينهم فعيل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبشر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنزرهم يوم الحسرة إذ قدي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن ريس الأضمن عليها وإلينا يجعون واذكروا في الكتاب إبراهيم إنهم كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لما تعبد ما لا تصدر ما لا يسمع ولا يبشر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط صبيا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عشيا يا أبت إني أخاف عن أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آليتي يا إبراهيم لإن لم تنتي لأرجمنك وهجرني مليا قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله من دون الله وهبنا له بإسحاق ياقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم نسانا صديق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جاني الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخوه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الرعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذريته آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذريته إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تطل عليهم آيات الرحمن خبروا سجدا وبقيا فخلفا بعد خلفوا أضاعوا أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن وعد الرحمن وعباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوة إلا سلاما ولهم بزقون فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نولث من عبادنا من كانت تقيا وما نتنزل إلا بأم ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات وراد وما بينهما فاعبدوا واشطبوا لعبادته هل تعلمونه سميا ويقول الإنسان وإذا ما ميت الله سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن نخلق منه من قبل لم يق شيئا فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا ثم لننزعنهم من كل شيعة أيما شد على الرحمن عطيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بعصرية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا وإذا تتنى عليهم آيات أبينات قال الذين كفوا للذين آمنوا أي الفريقين أي الفريقين خير مقاما وأحصن مزدادية وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحصن سياسة ورئية كل من كان في الدلالة فليمدد الله الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب إما السعى فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين هدودا والباقيات الصالحات خير من عند ربك ثوابا وخير من مرد عفر أيتا الذي كفر بآياتنا وقال أوتي أن ما لهم ورد أطلع الغيب متخذ عند الرحمن عهد كلا سنته ما يقول ونمد له من العذاب مدى ونرثه ما يقول ويأتينا فردى واتخذوا من دون الله عالية ليقولون عزى فلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد ألم تعدنا أرسلنا الشياطين على الكافرين على الكافرين تأزهم أزى فلا تعجل عليهم إنما نعود لهم عد يوم نحشو المطنقين إلى الرحمن وفد ونسوق المجدمين إلى جهنم وفد لا يملكون الشفاة إلا من اتخذ عند الرحمن عهد وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جئتم شيئا ند فكاد السماوات يتفطون من وتنشق لعود وتخر الجبال عد أن دعوا للرحمن ولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد من كل من في السماوات يرد لا آت الرحمن عرد لقد أحصاهم وأعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ولد فإنما يستوناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما ولد وكم أهلكنا قبلهم من قر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم بكزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكر تل من يخشى تنزيل من من خلق الأرض السماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقر لأهنه انكشوا إني أنا استنارا إني أنا استنارا لعلي آتيكم منها آتيكم منها بقبص أو أجد على النار هدى فلما تهنوا لي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس توى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أولى إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تصعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تصعى قال خذها ولا تخذ سنعيدها سيرتها الأولى وادمني إذا أدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غيس إن آية مقرى لنريك من آية الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طعا فقال رب شرح لي صدري واسذري أمري واحلوا لوقدة من لساني يفقوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون خشت به أزري وأشرق في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بشيرا قال قد أوتي تسألك يا موسى ولا قد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فلينقي اليم بالساح ليأخذ عدو لي وعدو الله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أخذك فتقولها لا دلكم على من يقفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطناعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيه في ذكري إذهبا إلى فرعنا إنه طغى فقولا لو قال لينا لعله تذكر ويخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بأني إسرائيل ولا تعذبهم وادجئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد وحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربك يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم ماذا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعلكم الأنظم أهدى وصلك لكم في سبولا وأنسل من السماع ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك الآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذبه أباه قال أجئتنا لتخرجنا من أعودنا بالسحرك يا موسى فلنأتي أنك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك وبينك موعدا لا لا نخلف نحن لا لا أنت مكانا سواه قال موعدكم يوم الزينة أن يحشر الناس دحا فتولى فرون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وإذا كنت لا تفتروا والله كذبا كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتره فتنازعوا أمره بينهم وأسروا النجوة قالوا إن هذا لنسى أحرون يريدان أن يخجكم أن يخجكم من أعودكم بسحديما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا شفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعيشيهم يخيلوا يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر سجدا قالوا وأمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قولا أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قتلنا إديكم أجلك من خلافهم ولو صلبنكم في جزوع النخل ولا تعلمن أينا أشد أعذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فترنا فقد ما أنتقضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفرنا خطايانا وما أكرتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنة عد تجي من تحت الأنار خالد فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبصر لا تخاف درك ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأظل فرعون قوما وماعدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن وسط الله كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا وما أعجلك عن قولك قومك يا موسى قال هم أولئي على سلوعد القلاء قبل تغضى قال فإنا قد أفتن قومك من بعدك وعد الأعضى لهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم لم يعيدكم وابدكم وعد حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضبا من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك الملكنا ولكننا حمنا أزارا من زينة القوم زينة القوم فقدفناها فقدف فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جصدا له أخواره فقالوا هذا يا إلهكم إلى إله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأتعوا أمري قالوا لن نبرح عليها عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني عفع عشيت أمري قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تنقوا بقولي قال فما خطبك يا أستعمري قال بصلت بما لم يبشر به فقوضت قبضة من أثر الرسل أمن أثر الرسل فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك وإلا إلهك الذي ضلت علي عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في النيم نصفا إنما إلى ركم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة بزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في السور ونحش المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بستم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمسل أمسلهم طريقة إلا بستم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسفا فيذلها قوها شفصفا لا ترى فيها عي وجر ولا أمتا يومئذ يتريون الداعي لا يعي وجره وخشات الأسنوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاة إلا من أدن له الرحمن رضي له يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم وعالت الوجوه للحيين القيوم وقد خاب من حمل ظلم ومن يعمل من الصالحات وهم منهم فلا يخاف بقصد ظلم ولا هدما وكذلك أنزلناه قرآن عربيا وصرفنا فيه من العيد لعلهم يتقون أن يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب سدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسع ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا إلا إبليس أباء فقلنا يا آدم وإن هذا عدول لك ولزوجك ولزوجك فلا يخجنك ما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا ترحى فوسوسينه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجاة الخلق ملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وعدا وله بطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم من يدى فمن اتبع هدايا فلا يدل ولا ينصى فمن اتبع هدايا فلا يدل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة تنضى كو نحشره يوم القيامة أعمى قال رب لمحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنصى وكذلك نجزي من أصرف ولا بأمين بآيات ربه ولا عذاب الآخرة شد وأبقى أفلم يهدي لهم كما لكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكدهم إن في ذلك الآيات لأولنها ولولا كلمة مسبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح أطراف النار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم من زهرة الحياة البنية لنفنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستغر عليها لا نصبك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فقالوا لو لا يأتينا بآيات يأتينا بآيات من ربه ولم تأتيهم بينتما في السحف الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من فهم من قبلي لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فلتبع آياتك من قبل أن ذلوا نخزا قل كل متربسون فاتربسوا فستعلمون من أصحاب السراط الصوي ومن اهتدى اشتركوا في القناة